في حكاية حلوة هنا كانت يعني بتتحكي قبل ما نروحها لفاصل وإحنا بنسأل السؤال الخاص بمحمد الشناوي الرسالة اللي انت تحب توجهه لمحمد الشناوي فاتضح إن كابتن عبدالله فاروق وكابتن محمد الشناوي يعني حبايب انهم عائلة صغيرة محمد موليد 88 وانت موليد 87 فكنت مع بعض في ناشئي الأهلي وكابتن عيني سأل سؤال حلوة قوي كنت متنوقع له كنت متنبق له إنه فعلا يكون حرس مرمى مصر الأول بأمانة بأمانة والله بأمانة الشناوي من صغره موهوب عنده موهبة الحرس المرمى فيه جوان بتتعلم لكن فيه جوان موهوبة الشناوي موهوب فيه حرس مرمى يتعلم وفيه حرس مرمى موهوب بالزبط شناوي موهوب عنده موهبة من صغره عنده من صغره شخصية ما بيخافش من صغره عنده إصرار وعزيمة على اللعب هو مثلا بيبقى جون تاني أو تالت لأ بيعدوس على نفسه ويتمرن كويس ويتمرن بره كتير وبيشتغل على نفسه كويس عشان يقدر يوصل للهدف اللي هو عايزه لأ عنده شخصية هو شخصيته كويه مع نفسه جدا وما بيخافش من حك أنا بأياده في عملية الشخصية فيه مواهب كتير وفيه ناس بتبقى عندها الموهبة لكن اللي بيكمل الموهبة دي الشخصية والإرادة والعزيمة عايزة أتكلمك على الفترة اللي كان فيها محمد الشناوي خارج النادي الأهلي وهو كان معانا طبعا هنا كذا مرة في البيت الكبير وقد دي كان هو حتى وهو رايح النادي بيفكر ان انا اه هاعد سنتين تلاتة لكن انا الهدف ان انا ارجع تاني للنادي الأهلي كان الفترة دي كان بيكلمك بيقولك وانتو طبعا اصحابه على تواصل دايما يعني هو الشناوي ماشي يعني ماشي من الأهلي او طلع بره الأهلي عارة عشان عايز يلعب بظبوط طول ما هو بيلعب وماشي كويس يقدر يرجع النادي الأهلي تاني وهو ده اللي عمله لما كنا بنتكلم مع بعض على طول انا بيلعب وماشي كويس وبعمل اللي علي وباكتهد عشان عايزة أرجع النادي الأهلي ويوم هارجع النادي الأهلي هارجع على رقم واحد مش هارجع أبقى رقم تلاتة ولا رقم اثنين لا هارجع النادي الأهلي هبقى رقم واحد لا يعني هو اشتغل على نفسه كتير واكتهد كتير كان بيتمرن فوق الطبيعي يعني مثلا اللعبة بتتمرن ساعتين في التمرين لا هو بتمرن في النادي بعد ما بيخلص التمرين بيروح الجيم يشتغل على نفسه بيتمرن كتير لا مركز وليه هدف وبيقدر يوصل له وكان هدفه طول الوقت حتى لما خرج من النادي الأهل إنه يرجع للنادي الأهل إنه يرجع للنادي الأهل فالموهبة والإصرار مش بس أن أنت تتعلم أو تفضل إن أنت تصرحت فيه ناس يعني بتبقى أقل لموهبة لكن إصرارها بيعملها يعني إصرارها بيخليها يعني بتبقى في حتة تانية وفيه مثال على كده من لعبة كتير جدا يعني يعني فيه ناس كتير جدا إصرارها هو اللي صنع اسمها فعلا خلتها تكتب يعني أسميها يعني بأحرف من دهب دايما بيقوله بزرط طوال محمد الشنوي كمان مش بس على المستوى الفني أفتكر فقودة اللبس فارق بزرط فارق كقائد فارق مع اللعيبة فيه حالة حلوة في قودة اللبس وأفتكر ده برضو سبب من أسباب نجاح أي فريق المعتمد على الاستقرار من دخل القودة دي بالزرط طول ما فيه قائد في الفرقة بيعرف يلم الفرقة وبيعرف يتكلم معاه واللعيبة بتحبه لا الفرقة بتبقى ناجحة ومش شرط بقى جوة الملعب بس شارة وقائد في الملعب لا بره الملعب أهم كتير من جوة الملعب طول ما انت بره الملعب قائد وبتعرف تلمي في الايتك وتتكلم مع الفرقة بتاعتك بتنعكس في جوة الملعب بتلاقيها جوة الملعب بتلاقي اللعيبة كلها يروح واحدة وقلب واحد بيحبوا بعض ويخافوا على بعض اللي بره الملعب بينعكس جوة الملعب طب قولي ازاي توقعت ان الشنوي هيلعب في كاس العالم رغم وجود عصام الحضري كان أحمد الشنوي طبعا وأحمد من الحراس المميزين جدا لكن عارف وانت يعني كنت مصمم وقلت له قلت له والله يقولت له يا ابتني يعني قبل كاس العالم كان هو بيروح جن رابع قالت له لأ يعني اتمرن كويس وشد حيلك وانا عندي احساس ان انت هتلعب وهتبقى الجن رقم واحد يعني قال لي عمي انا بتمرن وبعمل عليها بس حاس ان هي بعيدة قالت له لأ نتمرن وعمل عليك وان شاء الله ربنا يكرمك وتبقى رقم واحد ربنا أراد الله طبعا انت على الشنوي ربنا أراد بالزبط يا الشنوي تصاب والله حاضري مش عارف حصل ايه فقلت الشنوي رقم واحد وما شاء الله ابدأ احلى موتش في حياته كنت بتشجعه از اصحاب يعني ولا انت فعلا كنت شايف فيه لان انت عارف منه لا انا عارف ان هو عنده صغيري انا عارف ان هو عنده الشخصية وعنده الاسرار والعزيمة ان هو يوصل للهدف ده فانا قلت له قلت له لا يعني ان شاء الله هتبقى رقم واحد والحمد الله بقى رقم واحد هو هشتغل على نفسه كويس اوه بصراحة وحتى لما زي ما انت بتقول هو كان رايح منتخب يمكن تالت او رابع لكن خلي بالك لكل مقتهد نصيب يعني ساعات كده بتبقى ربنا كاتب للواحد حتى هو مش متوقع ان يلعب ويبقى نمر واحد وخلي بالك مباراة رجوي في تاريخ في تاريخ مصر هتبقى من نسبة لمحمد الشنوي من اف داماتش بطل او رجل المباراة في مباراة في كاس العالم فده شيء شيء كبير جدا جدا للشنوي يعني وده اعتقد خد بقى الانطلاقة من المباراة ديت كلمك بعد المباراة كلمني بعد ايه؟ لا ما كلمني ولا انت كلمت شتا قلتله قلتله انت هتبقى لا ما رجع بقى لما رجع من السفر انا كلمته بقى وانزلنا وخرجنا وعبعد وقلتله انا مش قلتلك انت هتبقى رقم واحد وبتعلي اوه الحمد لله وربنا كرمني وقعدنا بقى وعظمنا على عشان واي وقت اي وقت وعظمنا على عشان